موسيقى 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 بالدليل وبالبرعان رجاء تتتعرض الواحد المازالة واحد مدباحة ماشي مازالة مدباحة تحكيمية طبعا دائما وراء التحكيم الأفريقي اللي مرة أخرى تيبين لأنه في تحكيم ضعيف وبأنه تحكيم موجهة وبأن المال وبعض الأشياء الأخرى لذكرها هي التي تتحكم في هذا التحكيم ومرة أخرى تنشوف بأن الرجاء يعني أصبحت ضعيفة من ناحية المستودي المسير وأصبحت ضعيفة من ناحية الناس اللي تدفعوا لها فريق الرجاء تدي بلاس القاهرة إلى مصر أعضاء المرافقين لهم يعني لادرناهم في الميزان تلقاهم بأن أخف من الأشياء الخفيفة فلعادة تنظن في العودة اللي يعني يكون واحد العودة جامعي مثل الجامعة اللي عنده الوزن وعنده التقل دياله في الاتحاد الإفريقي ولا يكون في إحدى الليجان اللي تتصار اللي تتابع الاتحاد الإفريقي يمشي ويرافق فريق الرجاء الرياضي البضاوي شنا بعد المنخريطين وشنا بعد الناس اللي كريشة كريشة في مهب الريحة طائشة ما عندهم لا لا تقل لا تهزحت المسؤولية ديالهم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي تتظن بأنها مسؤولية مسؤوليتها فيها مرة أخرى يعني الحقيقة لك تن ما بريد أن نصل لها ولكن الآن بنت بأنها حقيقة ثابتة وحقيقة يعني عندها حجوج وحجوج دمغة بأنها المكتب الموسي للفريق الرجاء الرياضي البيضاوي مكتب الموسي الآن ما بقي ناس تنعرفوا شكونا هو الرئيس واش سي سي أنيس محفوظ هو الرئيس ولا شيء شخص آخر الكثرة ما بعد بولينات نشوفه بزاف ديال الأسخاص خاصة بعد رؤسات السابقين اللي ولو تترأسوا المشهد الرجاوي ولو تترأسوا بعد الاجتماعات الرصبية وبعد الخارجات الإعلامية اللي تتبين بإنما هما اللي يصيروا الرجاوي الرئيس الحالي لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي المحكمة يعني المهزلة والمدبح التحكمية لتعرض لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي واللي يجب الله يعني خرجنا منها بواحد الأعجوبة ما كنا غادي تشجل على صفحة التاريخ بأن الرجاء خسرت بواحد الخمسة والاستاد ضد الأهلي واللي كان يعني واحد السيناريو اللي كان سيناريو يعني سيناريو اللي كان مهياء ومسائز باش أنه فريق الرجاء يعني بهاد 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 المصطلح أنه يقول قتلى اللي غا تسجل عليه وهذه نحن رأى عارفين دائما سيكون اللي تحاول أنه يسير المغرب ويسير الكورة المغربية ورأى نحن بلا داعي لذكر الجارة الشرقية ولا داعي لذكر الخطوبطات الخطوبط الفساد اللي تهي من الكورة الجزائرية والتهديم من التحكم الجزائرية والتي هي من العقلية الجزائرية أااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لتتعرض دائما المقاسي التحكيمية والجرائم تحكيمية في حقها تنظن بأنها على فرق الرجاري هذه البداوية المتمثيل في المكتب الموسيقى بأنه يقدم تظلم إلى الاتحاد الأفريقي ويمشي أبعد من هذا يمشي الفيفا يقدم لأنه يكون كنديسي وقال الفرق من الفرق العربية كرة ما قاعدوا الدنيا وأقاموها بعض الأغلاط السيرية وبعض الأغلاط التقنية التي تقوم بها المكتب الموسيقى لفريق الرجاري هذه المكتب الحالي الموسيقى انتدابات مشيف المستوى لاعبين يتقادون رواتب شهرية ويعني يكرر لهم ديور وعطيهم طموبيلات ولكن عموما تستفدوش منهم جاء السيراسي التوصي ودارهم أليك ومن حقهم ما تهيق ما نقتنعش بهم مشي هو لدار انتدابات ولكن هما عب أدابة واحدة تشكلوا واحدة عب مادية تقيل على فريق الرجاري الرياضي الرياضي نجده من جهة أخرى ما عرفنا شكول التي يفرض على فريق الرجاري الرياضي البيضاوي هذه الانتدابات هذه الانتدابات اللي ما اعطتش الأكل ديالها وكانين بعض اللاعبين ديال فريق الرجاري ديال المدرسة اللي احسن من هاد اللاعبين ويمكن ما تطعطهم فرص ما عرفتش أنا بعد الأطور التقنية لفريق الرجاري ديالبيضاوي ما محلوها من الإعراب ما فهمتش ما فهمتش دائما يتم متهميس الأطور ديال فريق الرجاري ديالبيضاوي شكون اللي تيصير دبا فريق الرجاري ديال المكتب المتسير في نوا بعد الناس اللي تنوم في الجمع العام واللي جوا من أزل يعني نفض الغبار على 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 السخصية ديالهم على الكاريزما ديالهم والآن ما بكناش نشوفوهم منهم النائب الرئيس ديالفريق الرجاري ديالبيضاوي منهم بعد المسيرين اللي عندهم عندهم واحد واحد الحقيبة تشير يا داخل المكتب المسير يعني عدة أشياء تتخليك أنك يعني تطرح أسئلة وأسئلها يعني فارد أراضها على الواقع الرياضي وعلى الواقع السياسي ديال الواقع السيري ديالفريق الرجاري الرياضي البيضاوي اشتركوا في القناة